سيد مصدق اليوم الشارع مترقب وبيحذر بصراحة لأنه تتكرر مسألة التحالفات والصراعات وأيضا الخروقات التي حدثت في مجالس المحافظات السابقة على التفاهمات بأن هذا المنصب إلي وذاك إلي وبالطريقة الشعبية سيكون مالخ على الكراسي المواطن كل شيء متحذر ومتخوف كيف رح يكون شكل توزيع المناصب الصراعات الخلافات أرجع إلى نقطة هل ستؤخر هل ستسهم بتأسيس اللامركزية رح تخفق نوعا ما رح تقويهم رح تضعفهم شو رح يكون الشكل برأيك من وجهة نظرك في البدء حقيقة حسم ملف المحافظين في جميع المحافظات سيكون ضمن صفقة سياسية واحدة ضمن جميع الكتل الفائزة في الانتخابات ولن تتفاوض الكتل إلا على بكج واحد مثل ما نطلق عليه بالمصطلح العامي المسألة الثانية حقيقة هي مشكلة أخرى سترتبط بهذا المنصب هي بالإمكان أن يصار إلى حل هذه المشكلة من خلال تقاسم مثل ما كان مجلس الرئاسة بالعام حد غاية 2010 يتقاسم المحافظ ونائبي وفقا للثقل السياسي للفائزين في مجلس المحافظة وبالتالي سيتم تسوية كل الأمور بالتوافق السياسي تبقى مشكلة ثانية عدنا هي مشكلة المدراء العامين أو مدراء الدوائر في المحافظات هذا الأمر حقيقي قانون المحافظات الغير منتظمة في أقليم رقم 21 سنة 2008 يعالجها لكن بآلية جدا معقدة وصعبة قد تصل إلى عدم الاتفاق منها أنه يقترح المحافظ ويعرض على مجلس المحافظة لغرض التصويت وبعد ذلك يرفع إلى الوزارة المختصة كالبلجيات أو الصحة وغيرها وبعد يصدر قرار من مجلس وزراء فنعتقد أنه هذه الآلية الخاصة بالمدراء العامين على مستوى المحافظة يحتاج إلى تدخل تشريعي من مجلس النواب لغرض تعديل المادة سبع من قانون المحافظات من أجل تسهيل الإجراءات أما نقول مثل ما يقول القانون مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة وبالتالي نمنح اختصاص المصادقة على تعينات المدراء العامين والدرجات الخاصة داخل المحافظة أو نبقى متمستقين بالسلطة الاتحادية ومجلس الوزراء والوزارة المعنية ولا نأخذ بنظام اللامركزية الإدارية فأمام الكتل السياسية والنيابية خياران لا ثالث لهما إذا تم التعديل فبالتالي سنتجنب الكثير من المشاكل باعتبار أن كل محافظة ستكون هي مختصة بتعيين المدراء العامين ومن بدرجتهم داخل المحافظة ترجمة نانسي قنقر